كل أحوال خلونا نرحب بضفنا شريف سالم المحلل الفني أهلا بك يا شريف منوارنا أهلا وسهلا إيه رأيك في قصة الخبر ده لقطة بتاعت الإيقاف الجماهير اللي خلفة القواعد أو خلفة القوانين رغم أنها مباراة ورغم أنه ده حصل بره الملعب يعني مش جواه الملعب ده اللي احنا بنشوفه ده العادي في أوروبا يعني أو ده العادي في الأماكن اللي بتحاسب دايما على الأخطاء على عكس الأماكن التانية اللي اللي بتحسبش ممكن تحصل فيها حاجات نهبوع الملعب بره الملعب كله بيعدي كله بيعدي أهلا بيك معنا وخلينا نخش في مطش بكرة شايف الأول تقييم سريع كده لتجربة إيهاب جلال الأولى في مواجهة غينيا لا أكيد مش هكون فيه تقييم واضح يعني هيبقى فيه بس مجرد مؤشرات احنا بناخد مؤشر من الجيم الأول الوضع كان عامل إزاي إيه شكل التغيير كان عامل إزاي هل التغيير كان وصل لمرحلة كبيرة قوي فيه حتة ريسكي ولا كان تغيير على الأد كده مراحل واحدة واحدة عشان يبقى فيه نطج في التعامل مع الأمور واحدة واحدة عشان أنت بتغير شكل المنتخب من 3-4 مدربين فاتوا بنهج بتروح نهج مختلف مدرسة جديدة مدرسة بصكر فكري مختلف تماما فدي كلها أمور هتاخد وقت عشان نقدر نحدد هل فعلا التجربة لو أنت حضرت الحلقة من أولها يعني أو شفت الجزء الخاص بتاع عليساندرو بودل نجم كنت أتكلم معه على تجربة منشيني بعد ما شال ثلاثة من أرجنتين في الفيناليزمة في اللقاء اللي هو كأس الأبطال ده اللي بيجمع بين بطل اليورو وبطل الكوبة أمريكا رح شال ثلاثة منهم رح رجع في دوري الأمم الأوروبية مماشي آني 15 لعيب من اللي كانوا بلعوه مماشي الأرجنتين ولعب بالأولاد الصغارين كلهم ونجح في أن يتقدم على ألمانيا 1-0 وتعدت ألمانيا في آخر لحظات المباراة في حد في مدير فني ممكن يملك الجرء عندنا أنه ياخد مخطرة أو ياخد مغمرة بالحجم ده وهل ده مطلوب ولا 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 عندنا عندنا في الدوري ولا كمدارب مصري لا لا أنا أتكلم عموما عموما ثقافة مدربين دايما المدربين عندنا هناك حتى لو كانوا أجانب بالمناسبة يعني كارلوس كيروش لما جيه هكتور كوبر لما جيه وغيرهم كتير والمداربين مصريين حسام البدري شوقي غريب إيهاب جلال مش ذول لمسكوا المنتخب كلهم دايما بيتعرضوا لضغوط وبحس أن الضغوط دي مكتفاهم مش مديهم أريحية في الكرييش كرياتيفي إنه يبقى مبدع إنه يعمل حياة جديدة كل واحد ييجي يطبق نفس اللي كان بيعمله اللي قبل منه فتلاقي إنه النتيجة ما بتختلفش لا هو الحقيقة يعني على مدار السنين الأخيرة اللي فاتت مش السنين الأخيرة بس يعني على مدار تاريخ الكرة المصرية لا عدد قليل قوي قوي اللي أخذ حاجة فيها كان حاجة تأدبية أو كان برد فعل على أمر فني حصل أو كذا لا ما بنشوف إحنا بنشوف المدربين بتاخد صف اللعيب أو العكس فده اللي احنا بنشوفه بس إنه الندار بياخد قرار زي ده ما حصلتش كتير ما حسناش إنه ده حصل كتير ما شفناش كتير حتى لو حاولنا نفتكر للتجارب مش هيحصل طيب أسألك سؤال تاني إيه اللي يمنع إنه ده يحصل يعني خلينا نتفق برضه الفكرة المنافسة في تقاول لأمم أفريقيا ما هيش منافسة صعبة قوي صح يعني مظبوط يعني في النهاية أنت معك غينيا مع كامل التأدير وحلونك غينيا ملاوي إثيوبيا والناس مش راضية برضه يعني خلينا نتفق إنه العرض اللي قدمه المنتخب مش أحسن حاجة في الدنيا صح ولا غلط مظبوط إيه اللي يمنع لنا في تجربة زي دي أغامر أشوف حاجة جديدة أقدم للناس موديل جديد الوظيفة اللي يمنع الوظيفة إنت الجزء من المخاطرة هو المخاطرة بوظيفتك جزء من المخاطرة هو المخاطرة بمكانك فهو لو أنت عندك باكب محترم في ظاهرك ناس وقفة بتقول لك اعمل وما تقلقش أو أنت لما بتقعد في اجتماع فني مع كان موديل فني لاتحادي الكورة أو حتى كان الناس المسؤولين وبتقول يا جماعة أنا هاخد أكشن في واحد اتنين ثلاث لو الناس وقفت في ظاهرك هيتلك خود الأكشن أنت هتبقى متطمن لكن لما تبقى أنت مش متطمن على وظيفتك أو مكانك أو على المكان لأنه في الآخر خلينا نتفق إن كل المدربين المصريين بدون استثناء مش هنستثني ولا إسم كله بيتمنى أو كله بالنسبة له البيك بتاعه هو أن أنا كوني المدير الفني للمنتخب مصر فانت عشان تكون المدير الفني للمنتخب مصر تدفع شوية فواتير منها فاتورة أن بعض الأمور انت ما بتقدرش ياخد فيها أكشن قوي ما بيكونش فيه أجريشن قوي في التعامل مع بعض الأمور لأن ده ممكن يكون بريسك مكانك أو بريسك ووظيفتك ترجمة نانسي قنقر